هذا الرجل انتقل للعيش في الصين لأنه أراد أن يمارس الكونغ فو ويتدرب على يد رجال الشاؤلين كل يوم وبدأ رحلته ولم يتوقف مطلقاً وقد تطور بشكل مذهل وهو يقوم بعدة تمارين مختلفة وصعبة بدنياً بالإضافة إلى التمارين الذهنية هل تريد التدرب مثله؟ لا تمسك هذا السكين بدون القفازات ولكن ما السبب؟ وهو سكين من الزجاج البركاني أو الأوبسيديان وهو حجر بركاني ويتشكل عندما تفقد الأحجار البركانية حرارتها بصورة سريعة وتكون هذه السكاكين حادة للغاية وهو يفوق عدة سكاكين التي نستعملها في حياتنا اليومية عند مقارنته بها لدرجة عندما تجرح نفسك به لن تدرك هذا الأمر ولا يستعمل هذا النوع من السكاكين في الطهوة وذلك نظراً لطبيعة تكوينها يقوم هذا المعلم بمحو هذه الرسمة الرائعة ولكن لديه سبب لفعل ذلك فهو يقوم بالتحضير للرسمة التالية لأن شغفه هو رسم لوحة جديدة في بداية كل شهر وباستعمال الطباشير فقط ويبدأ برسم خطوط بسيطة ثم يضيف التفاصيل للوحة تدريجياً وعند انتهائه منها يبدو كلوحة من متحف فني مما يظهر حجم موهبته المميزة يبدو بأن هذه الأسماك فازت في اليناصيب لأن هذا الشخص قام ببناء جزيرة مصغرة كحوض للأسماك الصغيرة وفيها العديد من الشلالات والكهوف تحت الماء وتبدو متشوقة لاكتشاف منزلها الجديد ويتم الترحيب بهم من قبل جيرانهم أيضاً لهذا الرجل قوة رهيبة ويمكنه كسر حبات البندق بأصبعه فقط أو تمزيق قارورة المشروبات بالكامل باستعمال قبضته وسبب قوته الخيالية هو تدريباته الغير مألوفة وهذا ما حدث عندما حاولا أقوى رجلان القيام بنفس الأمر الذي يقوم به عندما تعطلت دراجة هذا المتسابق في منتصف السباق قرر فريقه إصلاح الدراجة وبدون توقف وتضييع الوقت الثمين وتمكن هذا الرجل من إصلاح الدراجة في ظرف قياسي وبسبب ذلك تمكن من متابعة السباق مباشرة لهذا الفتى ذو السبعة عشرة سنة أكثر السواعد جنوناً التي يمكنك رؤيتها لأنه يتمرن تقريباً كل يوم وعند مشاهدة هذا ستدرك حجم عمله الدؤوبة ومثابرته هذا الفتى شجاع للغاية وهو يحاول الإمساك بسمكة سلور عملاقة وباستعمال يديه فقط وسيدهشك حجم هذه السمكة وحتى بعدما عضته في قدمه هو يلاحقها تحت هذه الصخرة والبحث عنها وبعد غطصه لعشر ثوان تمكن من الإمساك بها وسحبها وتفاجأوا جميعهم بحجمها الضخم بحيث كانت قريبة لحجم الفتى هل تريد تجربة هذا؟ هذا عمل فني من كوريا الجنوبية ويسمى بالطاولة المستديرة أين تظهر ثمانية عشر فزاعة ميكانيكية ويحاول هذا الفنان أن يظهر معاناة بعض الأفراد في المجتمع وتحاول كل فزاعة الحصول على الكرة والوقوف بها ولكن في كل مرة تقترب منها تعود للمنتصف وتبقى متوازنة على الطاولة ليستمر الكفاح للحصول عليها والوصول لها وكل هذا تحت أنظار طيور سوداء تحوم فوقها ما رأيك في رسالة هذا الفنان؟ قام هذا الرجل بأروع جولة بسكوتر في البطولة واتفق الجميع على أن الجولة التي قام بها تستحق الفوز بهذه البطولة وقام بشقلبتين للوراء وهو أمر خطير وصعب للغاية ليصبح الأداء بعدها أكثر تشويقا وانتقل للقيام بسلسلة من الحركات المثيرة للإعجاب والتي لا تحتمل الخطأ لأنه في حالة سقوطه ستخصم النقاط وقد يصاب بأذى بالغ وهذا نظرا لمستوى الحركات التي يقوم بها ليواصل أداءه المذهل وينهي جولته بقوة جعلت كل المتابعين في صدمة هل يمكنك فعل هذا؟ هذا الرجل كان على وشك الغرق بعدما دفعه صديقه لقاع المسبح وهو يحاول الصعود للأعلى ولكنه يتحرك لمسافة صغيرة فقط لأنه في حالات الهلع يصبح الجسد ثقيلا لهذا عليك دائما محاولة البقاء هادئا في الظروف المماثلة هذا الرجل محترف في تجذيف زوارق الكاياك ويستعمل هذه الآلة ليساعد المختصين في معرفة مستويات الأكسجين عند ممارسته لهذه الرياضة ولتحسين أدائه وهذا ما يبدو عليه عند ممارسته لهذه الرياضة هذه أغرب طريقة لإعطاء إكرامية وهم يخرجون أموالهم أثناء قيامه بهذه المجازفة وهي القيادة بالدراجة على هذا الجدار بشكل أفقي ويبدو بأن هذه الطريقة أثبتت نجاحها لأن العديد من المشاهدين يريدون رؤيته وهو يمسك بأموالهم أثناء تأديته للمجازفة ويمكنك مشاهدة سرعة إمساكه بالنقود لهذا الرجل توقيع رائع ويبدأ برسم شكل يبدو كعلامة استفهام وخط طويل ويتبعها بحلقتين متتابعتين ليضيف بعدها الإسم وخط آخر طويل والآن انظر إلى النتيجة ما مدى براعتك في التوقيع؟ لماذا هذا الرجل يتبع المدرب؟ وفي الحقيقة عمله هو مدرب مساعد ومهمته هي أن يلاحق المدرب الرئيسي وسحبه من الملعب لكي لا يصطدم بالحكام وتجنب المخالفات وقد تبدو كوظيفة غير مهمة ولكن في خضم المباريات يكون المدرب الرئيسي في تركيز مع المباراة وغير مدرك لتجاوزه خط الملعب لذلك فتواجده هو أمر أساسي هل تريد ممارسة هذا العمل؟